مرحبا وكيف الحال؟ العنقز أو الجدري المائي أو الـ Chicken Box كلنا بنعرفه ولما نعرف أنه طفل أصيب نخلط أطفالنا معاه خليه يعنقز أو يصير يجدر وهو صغير اللي فيه كمان فيه الكاو بوكس جدري الأبقار واللي هو أنقذنا جميعا من الـ Small Box اللي هو الجدري اللي كان منتشر في كل العالم وكان يقتل 10% من المصابين ويشوه الباقين اليوم عم نحكي عن جدري جديد اللي هو المانكي بوكس الجدري القروض ايش هذا الجدري؟ في حلقتنا اليوم رح نفهم ونشرح ايش هي الفيروسات هاي كيف بتصيب الإنسان ايش طرق الإصابة كيف نقي حالنا منها ايش أعراضها وكيف نشخصها وايش علاجاتها كل هذا رح نشرحه ونبلشه بقصة بسيطة عن قصة كيف تم اختراع أول مطعوم في العالم وعلى فكرة أنقذ أرواحنا جميعا بسبب اختفاء Small Box اللي ما عدنا نطعم منه وصورنا بس نطعم بالجدر المائي على كل من في حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات ايش بتعرف هل انت أصبت بالعنقز وانت صغير اللي هو الجدر المائي وهل أخدت مطعومه اكتب لي بالتعليقات مين أحسن؟ تصاب بمرض فيروسي خلق للإنسان فقط؟ ولا إيجا من الحيوان للإنسان؟ خلينا نجاوبه في آخر الحلقة ونشوفكم أكيد أكيد جيب فنجان قهوة معقم وورقة وقلم قلينا نسجل كل التفاصيل نبلش حلقتنا اليوم بالدكتور أبو المطاعيم الدكتور إدور جنرز هو عبارة عن جراح إيجا تساعده صبية صغيرة صبية صغيرة هادي لا يمكن تصاب في سمول بوكس في الفقط وقت اللي كان الناس اللي يصابوا في هذا المرض بتوفوا 10% منهم تقريبا والباقي بتشوهوا سألها ليش لأمها لأنه حكت له أنه لا تخافع بنتي من هذا المرض قلت له لأنه أي حدا بنعدي من الأبقار من الكاوبوكس في هداك الوقت هو عماله بحلب الأبقار لا يصاب في مرض السمول بوكس فالدكتور العبقري قرر لما شاف أنه الأم من عدت وهي بتحلب الأبقار عنده في المزرعة أنه ياخد جزء من هذا من الحبوب اللي طلعت والطفح اللي طلع على جلدها ويجرح فيها ابن المزارع اللي عنده ابن المزارع يا حرام صار عنده حمى وأعراض المرض بعد ما تشافه رح أعطاه الجدري السمول بوكس القاتل في ذلك الوقت الولد ما صار فيه إشي جرب على المزارعين اللي عنده في المنطقة برضو ما صار فيهم إشي ومن هون بلشت رحلة المطاعيم اللي من خلالها السمول بوكس القاتل اللي بشوه البشر اللي بنجو اختفى لجه خلانا نحكي في هذه القصة اليوم أنه السمول بوكس هو فيروس بتصيب فقط البشر ما بنتقل للحيوانات لكن الكاوبوكس اللي بيصيب الأبقار حمانة منه كنا عم ناخد مطعوم التشيكن بوكس اللي هو الجدر المائي في الثمنتاشر شهر و لما ندخل الصف الأول حسب لستة التطعيمات في وزارة الصحة السعودية جدر القرود سمي بهذا الاسم لأنه أول ما تم اكتشافه في الف وتسعمية وثمانية وخمسين كان بيصيب القرود اللي يستخدمه في الأبحاث في الف وتسعمية وسبعين انتقل في الكونجو لأول مرة إلى البشر هذا الفيروس موجود في إفريقيا تحديدا في إفريقيا الوسطى والغربية إفريقيا الوسطى هو الصنف الأساسي أو السلال الأساسية منه واللي بتوفى منها عشرة في المية من المصابين وبتشوه الناجين تقريبا الأقل ضررا هي اللي هي في غرب أفريقيا واللي هي عم تنتشر حولين العالم وصلت أنه صارت في أمريكا وكندا معظم دول أوروبا بالإضافة جديد في أراضي محتلة برضو في أصابات على كل هذا الصنف من الفيروسات هو صنف الأورثوبوكس اللي هو نفس النوع الجدري السمول بوكس اللي كان قاتل زمنات من نفس العائلة نفس الكاوبوكس اللي كان قاتل اللي تم استخدام المطعوم منه بالزمنات طبعا هو بيصيب بيعمل حمى عند الإصابة بعد الحمى بيصير عندك يطلع طفح جلدي هذا الطفح جلدي بيغطي الجسم كامل اللي بيفرقه عن الجدري العادي اللي أصبنا فيه وإحنا أطفال الجدري العادي بيصيب الأطراف أكتر والبطن بينما هذا النوع من الجدري بيصيب الوجه بكثرة يعني بيركز على الوجه وبينتقل للأيدي والأطراف والمناطق التناسلية فالمشكلة في الإصابة فيه هو أنه أنت ما بتعرف إيش رح يصيب في وجهك بعد ما تنشف منه احتمالية الوفاة واحد في المية فاللي مناعته كويسة ما فيه إلى أصابة واللي أصلاً ما أخذ المطاعيم سابقاً هو تقريباً محمي أو حتى أصيب بالجدري سابقاً هي الخوف اللي مش ما أخذين المطاعيم في السابق إذا بنحكي عن الأعراض فأعراض جدري القرود هي أكيد الحمى وبالإضافة إلى الصداع والإعياء بتلاقي فيه ألام في المفاصل والعضلات كاملة أضف إلى ذلك بتصير تحسعر بالقشعريرة والتهاب الجهاز المنفاوي وتضخم العقد النفاوية بتبلش الأعراض بالظهور من بعد سبعة إلى واحد وعشرين يوم تقريباً مرات في بعض الحالات من خمسة إلى أربعة عشر يوم أول ما بتظهر الحالات بتظهر على شكل حمى وارتفاع درجة الحرارة ممكن ترافقك لثلاث أيام بعدها بتبلش البثور المزعجة والمقرفة بينها تطلع على الجلد للأسف الاستهداف المباشر لهذا الأصناف من الفيروسات اللي بيتسبب الجدري الوجه فبتغطي الوجه كامل بعدين بتنتقل للأيدي والأطراف وتحديداً على كف الأيدي والأرجل وبتنتقل بعدين للجهاز التناسلي في الفم أو العين بتبلش هذه البثور تطلع على شكل حبوب صغيرة بتبلش تنفخ تدريجياً بعدين بصير جواتها سائل صافي بتحول للإصفرار قبل ما يجف ويتحول لقشور أما المضاعفات المحتملة للأشخاص اللي هم الواحد في المية حكيناً عنهم اللي بتكون خطر على حياتهم وبتأذيهم هي التهاب رئوي حاد أو تسمم الدم السبسس وهذا قاتل بسبب أنه ممكن تنجرح في منطقة فيها التهاب بسبب هذا المرض بالإضافة لالتهاب أنسجة الدماغ أو التهاب قرنية وقزحية قرنية العين والأنسجة الداخلية في العين التهابات بشكل بشتاء المناطق الجسم في الحالات الصعبة جداً اللي بتتطور فيها الالتهابات في العين قد تسبب فقدان الإبصار أما في منطقة الجلد إذا كانت المناطق عمالها تصاب بالتهابات عالية ممكن يتساقط الجلد قطع قطع فالله يعافينا ويحمينا جميعاً طرق انتقال العدوى والله لا يقدر أنه ينتشر لأنه انتشاره على ما يبدو زي ما بيحكوا إلى الآن إن شاء الله ما يطلع غير هيك انتشاره بطيء عماله بيكون من خلال الدم واحد اثنين سوائل الجسم زي السوائل الجنسية السوائل اللي بتنتقل من طريق اللعاب يعني فرضاً من خلال جهاز التنفسي واحد عطس في وجهك انت عمالك بتكلم مع شخصه لفترات زمنية طويلة بتزيد فترة انتقال العدوى منه إلك بالإضافة للاتصال مباشر بالجلد واحد مريض ومصاب بهذا الفيروس وعماله بيحتك جلده بجلد تاني عشان هيك جماعة الجواز الجنسي في بريطانيا حتى اللي بيكونوا بالساونة الساونة انت عمالك بتروح وتتمدد على هذا المنطقة عشان تسخن جسمك اللي قبلك كان فيه شخص برضه عماله بيستخدمه فالساونة مكان ممتاز لانتشار هذا الفيروس الحرارة اللي في الساونة ما بتقتل الفيروسات ولا حتى البكتيريا الشغلة اللي بعدها انه الفترة الزمنية اللي لازم ينتقل فيها هذا الفيروس وهذا بيخلي انتشاره بطيء ثلاث ساعات يعني مش انك واحد مصاب وغير انه اصلا لما يصير فترة العدوى بيكون قريدي انت شايف انه فيه بثور هو عازل حاله لحاله لكن الإصابة عشان تصاب لازم تكون جنبه لمدة ثلاث ساعات يعني انت طالع في رحلة طائرة مدة الرحلة ثلاث ساعات واللي جنبك عماله ببروم كتير وعماله بتفتفه وبيحكي هذا الشخص بنقول لك العدوى لانك جالس على بعد اقل من متر وثلاث سانتي وعماله بيحكي وفي فترة زمنية طويلة مين هم الاكثر عرضة للاصابة الاكثر اختلاطا بالناس مين هم العرضة الاكتر الاكتر ناس رح يتأذوا هم الاطفال وصغار السن الناس اللي مناعتهم سيئة لانهم بياخدوا ادوية مثبتات المناعة زي لزارع كبد ولزارع كلا او لا سمح الله مرض السرطان الناس اللي اصروا على اتعاب اجسادهم باكل السكريات والنشويات جماعة السكر النوع الثاني مناعتكم انتو ضعيفة جدا اكثر ناس تأذوا في الكورونا كانوا الناس المصابين بالسكر وبالامراض المزمنة فانت نفس الحالة برضو اذا لا سمح الله انتشر هذا المرض والله لا يقدر انت من الناس اللي عن جد بتعاني في كل مرض على وجه الارض لانه اصلا مرضك بهلك كل جسمك من اول لاخره والناس اللي بيصير عنده بالفيروس بمتد فترة طويلة وما عم بتشافوا بالاضافة انه اللي بتتطور عندهم الاعراض والمضاعفات مثل الالتهابات والتسمم وبتأخروا للروح والمستشفى لياخدوا الاجراءات الطبية اما السؤال انه هل احنا محميين وفيه علاج علاج ما فيه علاج للمرض اللي بده يصاب اذا صار عنده استفراغ وصار عنده جفاف بده يشرب ماء اكتر بده يبعد عن البشر عشان ما ييئذي غيره فيه مطاعيم موجودة اللي اخد مطعوم الجدري سابقا هو الاعراض عنده بتكون حسب مقرأة قليلة بشكل عام احمي حالك بانه يكون مناعتك بالاساس قوية انك تاخد اطعمة غنية بالفيتامين سي غنية تتعرض للشمس فتاخد الفيتامين دال من الشمس انك تاخد الزنك من مصادره وما افضل مصادره هي اللحوم الجماعة اللي بيعملوا كيتو انتوا اساسا مفروض مناعتكم كويسة والباقي اكيد على رب العباد في نهاية حلقتنا اليوم حطوا لي بالتعليقات مين فيكم اخذ مطعوم الجدري او جدر قبل هيك يقول الحمد لله ومين فيكم اجاوب لكم على السؤال اللي سرعتكم اياه اول حرقة الاصابة بفيروس هو اصلا الانسان زي السمول بوكس كتير مؤذي اكتر من انك تاخد فيروس اساسه حيواني انه ينتقى الانسان بيكون اقل قوة على ايذائك في نهاية حلقتنا اليوم كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة في التعليقات وموجودة في صندوق الوصف بالاضافة انه بتقدر اذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة اكيد خير وزكاة العلم نشره بالاضافة لذلك تقدروا تضبوا العالمنا الرائع في الفيسبوك عالم سمارس كيتو انت فاستينج بلينت هذا العالم الرائع اللي بضم 120 الف شخص بساعدوا حالهم للانضمام لعالم الكيتو والصيام متقطع بتقدروا تتابعوني اكيد في الانستغرام والسنابشات والتيك توك والتويتر واكيد في نهاية حلقتنا اليوم اذا بتكون تعرفوا معلومات اضافية عن كيف تعالج حالك او ايشي الاكاذيب اللي منعت شفاءك من السكري وهلأ بتضرب اخماس باسداس عمناعتك المتدنية احضر هاي الاكاذيب حتى تتبلش في شفاء السكري